من إنه نعمل هذا الكلام وبحمي الناس اللي عندي برضو اللاجئين اللي موجودة عندي يبقى أنت كمان لازم تساعدني في هذا الأمر خلينا نعدي الفكرة الدولية السياسية وأسأل حضراتكم سؤال اللي الناس بتتكلم فيه عادي هل أنتوا شايفين خطر من وجود اللاجئين والمهاجرين في مصر يعني مثلا الخطر ده بان قوي في فرنسا خطر ده بان قوي في ألمانيا خطر ده بان قوي في بلجيكا خطر ده بان قوي في أمريكا خطر ده بان قوي في تركيا السؤال بس بيعني هل أنتوا شايفين إن إحنا ممكن نواجه خطر زي ده لأنه الناس العادية اللي بتكتب حتى في سوشيال ميديا يقولك إحنا خايفين إنه البلد يبقى فيها أقليات ناس تعمل أماكن تركزات هل في خطر على مصر شوف سيادتك هو دي الجزئية بتاعت فيه قانون للاجئين في مصر ده لازم يبقى موجود يتحط فيه اعتبارات كتير لحماية البلد وفي نفس الوقت برضا دراسة الوضع بتاع اللاجئة وتوفيق أوضاعه مع الدولة تمام وبيضلهم مهلة سنة من اللايحة التنفيذية القانون وغير كده طيب الحتة اللي بقى الخطورة أحبا تكلم على الخطورة التعظم على الدولة هل هم يعني احنا شفنا ما حدث في دولة أوروبية وشفنا دول أوروبية تانية كتير ويعني المسألة وصلت مكتب أوروبا كلها ودي دول قوية سياسيا وأمنيا واقتصاديا وكل حاجة احنا بنسأل سؤال بس ياريتنا تروى فيه بس تمام هل هل وجود عشرة في المية من السكان في مصر من جنسيات أخرى ده يؤثر على مصر اجتماعيا اقتصاديا سياسيا خلينا طلع فاصل إعلان ورجع تاني عشان تفكروا على مهلوك وكده لأنه ما حدث في فرنسا كان كشفا ويخلي الناس تفكر وتسأل وإنه إحنا عندنا وقت من بدري إن إحنا نتحوط آه بنستضيف الناس آه مصر أم الدنيا ولكن مصر كمان لها أمن الدنيا فأمن الدنيا ده يتعمل إزاي ده سؤال